ننتقل الآن مشاهدين إلى جولة اقتصادية من خلال التقرير التالي دعا الوكيل المساعد لقطاع شبكات النغر الكهربائية ومراكز المراقبة والتحكم بوزارة الكهربائي والماء والطاقة المتجددة مطلق الاعتبي وملاء الوزارة إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وقال الاعتبي أن مؤشر استهلاك الكهربائي وصل اليوم إلى نحو 14950 ميجاوات حد أقصى عند وصول درجة الحرارة إلى 52 درجة مأوية مؤكدا أن الوزارة لديها الطاقة الكهربائية الكافية إلا أن ذلك لا يعني الاستهلاك المفرط للكهرباء وأوضح أن من وسائل تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية استبدال وحدات التكييف القديمة بالجديدة وفق نظام أنفيرتر لتعفير من 6 إلى 3 كيلو واط أي ما يعادل 50% من إجمال الاستهلاك السابق ترجمة نانسي قنقر